مصر والسعودية حتمي ولا نقاش في هذا الأمر لا نحتمل إطلاقا لا في مصر ولا في السعودية أن تكون هناك منافسة أو حرب باردة بين البلدين التحالف القوي جدا بيننا وبين المملكة وبين دولة الإمارات العربية الشقيقة ودولة الكويت المملكة الأردنية المملكة البحرين ثم علاقتنا الممتازة مع الأشقاء في العالم العربي في المغرب العربي ده جوهري جدا لحماية الأمة العربية في مشاريع إقليمية عينيها على المنطقة في المشروع الإسرائيلي العميل اللي هو هدفه الرئيسي أنه يدمر هذه المنطقة في المشروع الإيراني والمشروع التركي رغم أن البلدين بلدين مسلمين إلا أنهم الاتنين عينيهم على المنطقة بدل ما يكون هدفهم كمسلمين في تركيا أو إيران أنهم يطوروا ويحدثوا المنطقة ويتعاونوا مع شعوبها من أجل رفعة هذا الدين ورفعة هذه الأمة لا طهران عينيها على نفوذ إقليمي وأنقرة عينيها على نفوذ إقليمي ما يهم تركيا؟ تركيا وما يهم إيران؟ إيران وطبعا ما يهم إسرائيل؟ إسرائيل وأمريكا لما يكن ثلاث مشاريع إقليمية مروعة بهذا الشكل إسرائيل، تركيا، إيران، الثلاثة عينيهم على تمزيق الأمة العربية والاستيلاء على مشرك العربي يبعنا في هذه الحالة إذا تقعسنا عن الوحدة العربية وعلى التحالف الاستراتيجي اللي عماده القاهرة الرياض إحنا في هذه الحالة بننتحر عربيا لازم يكون في إدراك ومنطق يكون في اختلاف في بعض وجهات النظر ممكن نختلف في سوريا، نختلف في أي بلد في العالم أنا ما عنديش معلومات في اختلاف أو لا لكن ممكن يكون في اختلاف بعض الملفات ومش معنا أن السعودية عندها علاقة ممتازة مع تركيا تبقى ضدنا والكويت أو الإمارات لهم علاقات ممتازة مع قطر أو مع تركيا تبقى مشكلة معنا إحنا مش هنلزم العالم باللي إحنا عايزينه إحنا اللي يهمنا أن يكون علاقتنا ممتازة بحلفاءنا وأشقاءنا إنما إحنا مش هنفرض على أنهم يصادقوا من نصادق وأنهم ما يعادوا من نعادي وبالمقابل أيضاً إحنا ده حسابتنا الأخرى ووجد نظرنا في قضايا أخرى التحالف الاستراتيجي مش معناه إنه فيش اختلاف فيه اختلاف إنما إدارة هذا الاختلاف وحجم هذا الاختلاف حجم الاختلاف السياسي والاستراتيجي تقريباً لا يوجد محدود للغاية وحجم الاتفاق هو الجوهر وهو الأساس إحنا في أمس الحاجة لوقف رغبة البعض في أكتر من عاصمة عربية لإشعال حرب باردة بين القاهرة والرياض إحنا في أمس الحاجة من أجل أمتنا ودننا ومستقبلنا وحياتنا وحياة الشعوب العربية أن يظل ذلك المحور القاهرة الرياض محور أساسي من أجل إعادة تأسيس العروبة وإعادة إطلاق الأمة العربية وسط تحديات كبيرة وأثق أن ذلك سيحدث